الضربة القوية التي وجهت للقوات الروسية بضرب أخطر السفينة في البحر الأسود كيف تراها؟ يعني هو عمل نوعي الأول من نوع منذ بدء العمليات العسكرية لحد الآن هو ضرب السفينة الروسية في المياه الدولية الروسية من قبل أوكرانيا هذا دلالة على أنه الجيش الأوكراني والقوة البحرية الأوكرانية امتلكت من الأسلحة الآن وصلتها إمدادات من الأسلحة ما يجعلها تهدد الأسطول البحري الروسي لذلك روسيا أعادت النظر في تموضع قيادة القوة البحرية وأعادتها إلى الخلف بعض الكيلومترات من أجل تأمن أن تضرب مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر